مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني أنا عامر وأنا عبد الرحمن أنا حابب أدم ضيفي اللي أدم حاله دغري مباشرة بدون ما أسأله أنا حابب حاول أدمه باللغة العربية الفصحة بلغة العربية الفصحة الركيكة تبعي بالعكس يلا لحاول مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين أيضا اليوم لدي ضيف رائع جدا لديه صوت عزب وعنده الكثير من المواهب التي يستخدمها بشكل رائع جدا في صوته فهو يقدم بودكاست للأطفال وأيضا يغني الكثير من الأغاني الرائعة وبالإضافة إلى ذلك هو معلق صوتي باللغة العربية الفصحة وباللغة العامية وأيضا باللغة الإنجليزية رحبوا معي جميعا بعبد الرحمن عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية مرحبا أبطر يا سلام الله 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 يا جميل والله أبدعت ماشاء الله مقدمة استمرارية ما فيه تلكؤات سفاح أبدعت شكرا 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 حاولت حاولت يعني حاولت خضر الإمكان لا جميل جميل هو يعني مشكور على البداية الطيبة واللي يعني تعطينا أكتر من حقنا أهلا وسهلا فيك أهلا بالعكس أنا سعيد بوجودي وأمل تكون يعني لقاء مثمر ويعني أحدا ممكن يستفيد منه يعني وأنا أكيد من أول مستفيدين عبد الرحمن للناس اللي ما بتعرفك تخيل معي أنت بحفل شيواء وبيشي شخص لعندك وبتشوفك هيك من بعيد وبيشي لقدامك بيقرب عليك وبيقول لك مين أنت فكيف بتعرف عن حالك بصفتك الاجتماعية وبصفتك العملية يعني عادة يعتمد التعريف على النفس على الشخص الذي أتكلم معه يعني عمل أتكلم واهتماماته فأعرف نفسي بالطريقة التي تتناسب لكن اليوم أتوقع يعني نحكي بشكل عام أنا معماري ومعلق صوتي وصانع محتوى يعني بشكل عام هاي تجمع كل شي بعمله كل واحدة فيهم اللي تفاصيلها اسمي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد نجيم أحمد سلام الحتو أصلي من يافا مدينة فلسطينية المحتلة وعيشت حياتي كلها في الأردن في عمان لكن مسقط رأسي هو الكويت يعني أنا ملت في خضم حرب بالعراق والكويت هي حرب خيش عفوا وبعدها بأسبوع بس دغري رحلنا للأردن فحياتي كلها كانت في الأردن في عمان يعني قضيت بس أول أسبوع من حياتك بالكويت تماما برس على الجواز مكتوب بالكويت وحتى أحكي لك يعني هال المعلومة حلوية أنا موليد مستشفى صدام الكبير في الكويت يعني مش طبيعي كان دغري يحول الأسماء بدي إيه لك كنت يعني أنا هاي المشفى ما عدت موجودة ما فيش هو أسبوع يبصر لديش أعهد يعني موجودة لشهادة الميلاد يعني ما شرطة قبل هيك كمان دراستي كانت يعني بين دراست طبيعية من الصف الروضة للتمهيد الاتدائي حتى انتهيت من الثانوية العامة الفرع العلمي واخترت أولا أنا أدرس الطب كان عندي هيك حب هاي المهنة لكن ما كنتش أدها واضح ورحت أدرسها في مصر رحت على القاهرة كنت أضعف من أني أكمل في الطب غير أنه الظروف ما كانت يعني ما حست حالي أنه أنا في مكاني صحيح يعني فعدت مباشرة يعني بعد أسبوع أتصلت أقولهم أنا مروح وأنا بدي أسجل كمعماري خلصت الدراسة المعمارية في جامعة الألمانية الأردنية في عمان واشتغلت في مجالي لمدة أربع سنوات وهلأ أعمل ماجستير فأنا الآن في أثناء عملي للماجستير في نهايته نعم وبس أنت حالياً ما لك بالأردن ولا بمصر أنت هلأ وين؟ أنا ببرلين ببرلين جماعة ألمانية في ألمانية يعني هدون الأشياء كلتهم اللي هلأ أنت ذكرتهم ممكن عن كل قصة من بيناتهم يقدر واحد يعمل يعمل حلقة ولكن نحن يعني أنا حاول بهاي الحلقة أنه نغطي أكبر قدر ممكن من المعلومات اللي هلأ أنت تفضلت وقلتها سؤالي الأول لقلق عبد الرحمن أنت كشخص صانع محتوى ومعلق صوتي وكمان بشكل أو آخر مغني بتحب الغناء يعني وبتغني وبتعزف كمان على آلات موسيقية وبتكتب وبتلحن هذا الشي مختلف تماماً عن الشي اللي أنت درسته عم تقول لي أنت درست باكالوريا علمي يعني هذا الشي أبداً ما له أي علاقة بموضوع الغناء أو الصوت أو 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 فيعني هذا الهدف غير هذا الهدف تماماً كيف صارت هاي الشغلة وكيف قدرت تدمج بين هدون الشغلتين يعني إذا بدنا نحكي على الدراسة الثانوية ما في هذه الخيارات أصلاً يعني ما فيك تدرس موسيقى بالثانوية يعني بالثانوية ما في يا عنا بالأردن على الأقل عنا يا علمي يا أدبي يا IT كان راحة الـ IT هلأ وصناعي وبس يعني هاي هي التنوية العامة لكن كلنا بنعرف أنه الفعر العلمي هو اللي بياخدك بيعطيك كل المجالات يعني بس تخلص أنت علمي تدخل الجامعة بيفتحوا لك ورقة التخصصات كاملة يعني ما فيه تخصص ناقص فيهم فالأفضل أنك تدخل علمي إذا أنت يعني بشكل عام مش ما عندك اتجاه واضح بعيد عن الاتجاه العلمي بالإضافة أنه أنا أبوي مهندس يعني وأنا متأثر بأكيد بالهندسة أبوي مهندس مدني فبرضو هذا الإشي بيكون واحد شايفه قدامه موضوع المجال اللي بتشوفه من أهليك فقلت العلمي أفضل ودخلت الهندسة لكن هل الهوايات كانت هوايات هي الهوايات إشي جميل دايماً جنب العمل يعني مو دايماً لازم الهوايات تكون هي العمل يعني برأيي الناس اللي عندها هوايات الأفضل أنها تكون بعيد عن العمل حتى يحس واحد أنه بس خلص شغله وأنه يعمل شي رفع عن نفسه فيه يعني شمت علي؟ عادي لكن ممكن أيضاً أنه نستثمر في هوايات ممكن تتحول لشغل يعني بيكون ذكي هذا الخيار إذا عملناه طيب عبد الرحمن أنت هذا الكلام اللي هلأ عم تقوله بتخيل أنه أنت هلأ داخل هذا الخضم هاي القصة أنه أنت عم الشي اللي عم تعمله بتخيل أنا أنك أنت كمان عم تحاول تعمل أن الهوايات تبعك عمل لأنك أنت بتحب هذا الشي وأنت يعني ما لك متخصص بشغلة واحدة فقط وإنما أنت متعدد للمواهب خلينا نقول فشلون فتت لهذا المجال شلون اكتشفت أنه أنت عندك موهبة بصوتك ممكن تخولك أنه تصير معلق صوتي لأنه هاي شغلة تعليق صوتي نحي على تعليق عادي شغلة تعليق صوتي وعلى الغناء كمان طبعاً وبالنسبة كمان لموضوع البودكاست اللي نحن نجيله كمان أكيد هذون الشغلات كل آياتهم أنت شلون عرفت أنه أنا مناسب لهذا الموضوع وبأي سن الغناء منه أنا صغير أنا في المدرسة كنت أطلع على الإذاعة غني دايماً يعني إيش بيجي لحاله يعني أنا من عيش مش من عائلة موسيقية إطلاقاً يعني ما حد فينا بالمرة بالعائلة إلو علاقة بالموسيقى أو الصوت أو هيك لكن لسبب ما ما بتذكره كنت بغني بالإذاعة المدرسية تمام؟ ومن هناك يعني خلاص يعني هي مرات الفكرة بزرة يعني أول مرة بتذكر بالإذاعة كنت في المدرسة بالصف الثاني يعني كنت سابق أو 8 سنين كان أمره تقريباً مدرسة الصفوة في عمان كنت أطلع على الإذاعة المدرسية الصبح ويعطوني أغني نشيدة يعني بعرف إيش كانت وضلت والله ضلت لحد نهاية الدراسة كاملة الثانوية كنت كل سنة الإذاعة المدرسية يعني أنا أروح لهم أقولهم أنا بدي أشبح أمسك فقرة عندكم وأخدها يعني فأضل أحب هذا الموضوع حتى كنت أقدم الإذاعة مرات بس بشكل عام يعني علاقتي مع الميكروفون عطيقة فالبدايات إجت من الغنى في الإذاعة المدرسية تمام؟ بس كل هذا كان جانبي حتى أنا وصلت مرحلة بالصف الأول الثانوي كنت بغني في فرقة نشيد فرقة نشيد في عمان فهي الفرقة استغنوا على الخدماتي صوتك ما عاد يزبط أوكي فأنا والله وقتها قلت خلص يمكن يعني لو واحد كان صوته فيه بطل كنت علي وخلص تركت القصة هاي وقلت شكله ما قلنا فيها خلينا نركز على أشياء تانية وعدت هاي الثانية وعدت التوجيه وفي الجامعة يا أخي سبحان الله بقول لك ونس أميوزيشنز أولويز أميوزيشن يعني فيه أشياء معينة تدخلها خلص أنت تملكك منها الموسيقى موسيقى الكشافة الكشافة من الأشياء اللي صنعتني أشياء مهم لازم أحكي دائما والكشافة والماء والعمارة هذول ثلاث شغلات إذا دخلتهم خلص أنت تغيرت يعني أنت تاني أسبوع صرت شخص آخر بيغيروا فيك طريقة حياتك وتفكيرك فبتصير جزء من هويتك فنرجع فبدا الأول لما دخلت الجامعة في السنة الأولى كان في الفرقة الموسيقية وأنا تحشرت يعني يعني رحت أهلهم مرحبا أنا بدي أغني طيب فيه auditions تعال يعني بيعملوا تجارب نعم فرحت والله والله عجبهم يعني بس في النهاية يعني فعليا الناس اللي عجبوهم يعني برضو يعني صواتهم عادية فأنا قلت أوكي عندي فمنغني منتسلة مش إنه والله بدي أسير مغني فدخلت الفرقة وكان إلي الدور في تأسيس الفرقة إنه نظل موجودة ونجمع ناس ونجيب موسيقيين والحمد لله حتى أعطوني جائزة اكسلنسي في الجامعة المشاركة في تأسيس الفرقة الموسيقية وأهدوني من حالي ألمانيا رحت شهر على ينا مدينة كجائزة لهذا الموضوع أعمل شهر بتعليم لغة فهون أوكي يعني قلت معاته لسه فيه أمل في الصوت فهمت علي آه تمام لسه منحكي في أمل ما فيش إشياء كبيرة وهون لسه أنت ما كنت مكتشف موضوع التعليق الصوتي إنه أنت فيك ممكن تزخر صوتك لك شغلات اطلاقاً أنا مرات بسمع على التلفزيون والراديو أنا محب للراديو يعني من يعني منو أنا صغير بالزات في التوجيهي أظن كتير ناس مش الحالي بيحبوا الراديو لأنهم يقعدين بالغرفة وبدرسوا فكان عندي راديو دايماً جنبي على المكتب أسود لولا ودايماً أحافظ كل برامج الراديو بعرف الموذيعين وبتصل معاهم تلفونات يعني وهي وهي برامج آخر الليل تعرفها يا لك ومرحباً أهلاً بكم اليوم في هذا البرناد بتعافيك وقصص حب وغرام إنسى يعني كنت أحب الراديو والموذيعين وكنت أتمنى أكون موذيع يعني نعم ولما أسمع الإعلانات على التلفزيون بتلاقيني بعيد وراء الشخص يعني كانت دعاية سواء عطر أو دعاية مبادرة أو دعاية كذا بيحكوا كلمة يعني بالآخر كنت علي سلوغن أو كذا نعم نعم فبحكي آه والله حلو هالشي يا أخي بصير عيد وراء منو معقول هالشي إنه بيوم أنا أستعمله إذهب صوتي على التلفزيون مثلاً إشي غريب يعني ومش مفهوم إيش مين بيعمله أصلاً هذا الشيء فوين بلش موضوع طبعاً موضوع الفرقة الموسيقية تطور صورة المغني الأول في الفرقة وصار عندي ثقة بالنفس الموضوع الغناء كتير مهم هذا الموضوع بدون هاي الثقة ما كان يعني أصلاً فكرت أفتح قناة يوتيوب صدر فلذلك من وقتها عملت قناة يوتيوب وصورت أنزل كل أسبوع أو أسبوعين فيديو ما بنشروا مع الناس حتى بس بنزلوا هيك يعني عن المقامات يعني كل مثلاً يوم مقام الرست فأنزل هيك وصليك مقام الرست مرة مقام البيات مرة وهذا الشيء وهذا الشيء عبد الرحمن أنت درستوا المقامات لأن المقامات بحر لحالها أنا ما بفهم موسيقى وأنا شيء هذا كتير كان مزعجني أنه أنت فيك عندك صوت مش واو بس عندك صوت جميل يعني فيه ناس بتحبه بس يعني ناقصك شوية تعلم وما لقيت أنه فيه إشي بعلم صراحة ما كنت وقتها أعرف شو يعني معحد وطني موسيقى وهاي الإصاص بزاتني ابن عائلة محافظة يعني ما عنا علاقة موسيقى كتير فروحت شو ساويت روحت عم محل موسيقى قلت له معاي خمسين دينار أردني بدي آلة أوكي أعطيني آلة طبعا أنا ما بعرف شو الآلة حتى يعني هيك فقال لي شو بدك يعني قلت له إيش في عندك ما حسب السعر ما عايش كتير فلوس فقال لي فيك تأخذ جيتار يعني فيك تأخذ أعطي فيه بيانو هيك بيجي أورج صغير زي ورقة طويلة زي أورج كمان فيك تشتريها وفي عود عود فقال لي أنت بتحب الغربي ولا الشرقي والله أنا لا أخفيك أنا بحب اتنين يعني أنا بحب الشرقي والغربي بالعكس بحب الأغاني مع الجيتار بس كنت أشوف أنه الجيتار يعني كل حدا معه جيتار النص صحابي بعضها في الجيتار برضو مش متميز فقلت له بدي عود أعطيني عود فأخذت العود وروحت هذا الحكي تقريبا هذا في سنة أولى جامعة سنة أولى جامعة فبعدين صرت أفتح اليوتيوب وأتعلم علي يعني أشوف كيف وأول أغنية تعلمتها كانت أنت عمري يعني طل أفتح حتى طريقة التعليم على اليوتيوب كان الشخص اللي لقيته والله يذكره بالخير الشخص صفاح اسمه فاروق اللي بدي تعلم عود سماعي يفتح اليوتيوب وكتب أستاذ فاروق ففهمت شو يعني موسيقى فهذا الشيء كمان كتير أعطاني ثقة بالنفس أكتر إنه أنا عمالي بغني فهمت يعني بشكل أو بآخر مو من الدراسة والكتابة والكتب وإنما من التعليم مباشرة والتطبيق بالضبط بالضبط من السمع من السمع ومن العود يعني قول لي رس بأعزف لك يعني فهمت علي قول لي بيات خلص فما أول درس يقول لك مقام العجم دوري مي فاصلة مقامل كذا فأنت بتعرفهم وقتيها آه خلص عرفتهم صرت مهتم فيهم يلا نغني فيهم طيب فأصرت أعرف تمام طيب عبد الرحمن أنت بعد ما وصلت لهذه المرحلة إنك اشتريت للآلة وصرت تعزف لحالك وتتعلم وترفع فيديوهات على اليوتيوب وتخليهم بس لألك يعني شلون وصلت لمرحلة إنك تقول أوكي أنا حابب إنه استخدم صوتي بمجال التعليق الصوتي التعليق الصوتي إيجا لاحقا كان صدفة صديق إلي أنيميتر فهو طلب صوت شخص يعمله الفويس أوفر أو تعليق صوتي إنجليزي للأطعة تبعته بعد ما خلصها ما عجبه الصوت اللي شراه يعني دفع حقه فأنا صديقي يعني فقال لي أنت بتغني بركي صوتك بزبط بالهاي بالتعليق بتقول له هات منسجلها أنا عندي كان مايكروفون ويو اس بي مايكروفون وبحبه يعني وبغني عليه وبنظر على يوتيوب كنت اسمه أوديو تكنيكا 80-20-20 بلس بنصح فيه لكل ناس من برشو جديد المهم فهذا المايكروفون كان عندي فقالت له بسجل لك على مايكروفون سجلتو فعلا والله استعملوا أوكي للفيديو هو كان فيديو أعلاني ولا كان فيديو لا كان فيديو شرح لموضوع يعني أوكي كأنه يعني يبدو أنه إله علاقة من الشوء التخرج اشتبعوه آه تمام وستخدموا فوقتيها أنا استخدموا فعلا آه آه فطب قلت له طب أنت لما تأخذ هدول الناس من وين بتجيبهم يعني قال لي في مواقع على الانترنت وفرجاني يعني فقلت والله طب أنا عندي مايكروفون وما أنه استعمله فممكن I don't know فروحت عملت دخلت على المواقع وشفت كيف الناس بتعمل صفحات خاصة فيها نعم وبعرف عن نفسها وعم تصدها وبتعمل إشي اسمه سامبل أو ديمو طبعا أنا عندي ولا عمل ما ما بعرفين نعم فروحت فعلا جبت الكاميرا وجبت المايك وعملت ديمو يعني خيالي هيك زي كأنه اخترعت مشاريع وحطيتها في هذا الديمو وحطيته في عدة مواقع واشوف إذا هل رحي الناس تعجبها وتطلب مني هاي الخدمة نعم خلال شهرين ثلاث إجا طلب واحد وأنا مش خسران شي هم محطوطين يعني أنا نعم وانت ما شتريت كمان معدات زيادة كرمال تعمل هذا الشي المعدات كانت موجودة وقتها ما شتريتش إطلاقا نعم بعد ثلاثة شهر إجا طلب واحد بعدين شهر إجا كمان طلب صار في الشهر يجي طلب طلبين فلما شفت إنه والله ديس إسيريس يعني فروحت على الانترنت صرت أدور voice over studio إيش بلزمك يعني حتى تحسن يعني دايما بدنا نحسن من فصرت أفاك صار يقولولي أعمل audio booth يعني هذا المايك اللي بحكي معك منه زوم مثلا هذا معلق في الهواء صح؟ ما بصير كتاب معلق صوته لازم يكون ضمن هيك مساحة صغيرة عليها سفنج بيعزل مايك بحيث ما يكون بيكون في صدى تماما ما يكون فعملت له هيك صندوق صغير اللي خاص فيه وحطه في الغرفة وبسجل فيه في كتير أشخاص حتى بدايين عفوا كانوا يحطوا ما بعرف إذا أنت جربت هذا الشي كانوا يحطوا الغطى الغطى يعني يغطوا حالهم بيغطوا حالهم كرمال أنه يروح الصدى كل ياته الغطى أحسن من audio booth ممتاز والله بس مشكلته شوي بيطلع بايسي مش بايسي بيطلع هيك بومي الصوت بس ممتاز يعني كتير كتير فرق عن بدون ما تحطه نعم مية بالمية آه سفاح وممكن بالخزانة الملابس الخزانة الملابس مكان ممتاز وبالبودكاست ياخدوا ضيوف مرات بيحكلهم سجلوا بالخزانة إيشي مميح يقولي الفكرة إنه أنت الصوت ما يروح ويرجع نعم ما يستي فيه كل المكان ويضلوا هناك نعم بخزانة الملابس الملابس يعني كافية ويوفية صباحا هو صار يجي شوي يعني موضوع تدريجي ما في إيش يجي فجأة يعني خلال سنتين ثلاث صار يجيني يعني داخل من التعليق الصوتي يكون داخل مساعد إني أنا أشتري أشياء تانية أجيب مايك أحسن رحت بالآخر رحت عند نجار وخليت لي عمل لي غرفة كاملة كستوديو عندي فيديو باليوتيوب تفاصيل لهذه القصة وحتى اشتريت أشياء أعمل باكجراؤن لليوتيوب حتى لما أحكي تكون مكان مرتب فكنت أستعمل هالي فلوس بأشياء دايما هذا الاستوديو لساعته قائم بالأردن موجود بعماين بغرفتي آه آه نعم مزبوط فضليتني هيك لعند ما ضلت توصل الحمد لله هلأ يعني بعد حوالي هلأ نقطة الصفر بتحكي أنت بالألفين وثلاثة عشر يمكن نعم سبع سنين والله نعم بس يعني بس أول تلت سنين مش محسوبين أنا محسوبهم يعني تقريبا هدولا كان تماما ولكن هدول تلت سنين هن اللي صنعوا عبد الرحمن طبعا موجود لذلك يعني بتخيل هدول تلت سنين أهم تلت سنين يعني صح صح مزبوط لولا تلت سنين هدول كم ما كان عندي هاي اللي بروفويلز شوف هي فكرة وين انت دي مني بروفويل في المواقع بودفوليو نعم آه وريفيوز يعني فيه كتير زبائن وعملاء دخلوا وعجبهم وحطوا لي انه هذا الصوت قيم عالي نعم نعم تماما فبعد فترة اي حدا بيدخل على هاي المواقع انا ما زلت حتى الان يعني سبعين بالمئة من شغلي على المواقع مش بالشركات مواقع اللي بدخلوها شركات أصلا بس يعني المباشرة بشتر مع المواقع فبدخلوا بشوفوا تقييم عالي خلاص بضمنوا انه هذا الشخص اشتغل هيعمل شغل جيد نعم نعم خلاص ما في داعي نجرب ونحكي صار عندك سمعة صار عندك سمعة مئة بالمئة نعم نعم استوديو وين ما روح بعد بيتي استوديو هلأ الاستوديو اللي بتقرجينا يا انت على الانستغرام هو نفسه هو عندك يا بالغرفة تبعك عامله عندي يا ببيتي نعم طيب عبد الرحمن هي هي الشغلة ممكن تكون خاصة بالنسبة لك لك حرية الجواب يعني هلأ انت قلت اول اول مرة بعد تلتة شهر اجاك اول اول طلب وبعدين كل شهر مرة هلأ لساعته الوضع هيك ولا تتغير لا طبعا شو سبع سنين نحكي يا رجل للناس للناس اللي يعني هلأ تقريبا كل يوم تقريبا كل يوم يومين ومن موضوع الغنى لصديقك اللي اكتشف فيك هذا الصوت والموهبة واللي خلاك تعمل التعليق الصوتي للمشروع تبعه ومن بعدها انت اكتشفت حالك وبلشت تطور حالك موضوع التعليق الصوتي للبودكاست اللي انت عاملته شلون 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 فتت بموضوع البودكاست انا بتخيل يعني اي شخص اي شخص بيشتغل بموضوع التعليق الصوتي وانت مثل ما تفضلت وقلت انا من زمان عندي هواية اسمع راديو فالبودكاست هو الراديو طبع يومنا الحالي كيف انت قلت بعدين اوكي انا حابب اعمل البودكاست لانه البودكاست طبعك عبد الرحمن كمان جديد يعني ما له ما له قديم ما له شهرين صح تماما تماما بس في بودكاست قبله يعني اذا نحكي على تجربتي مع البودكاست بلشت من قصة الراديو كمان كان في تعاون بيني وبين صديق اللي اسمه اسامة الحوام ديف عمان هو حابب يكتب مااخد دورات في الكتابة نعم وعنده تجربة وحابب يكون عنده تجربة موثقة للكتابة تمام وهذه التجربة ممكن عملناها طريقة تعاونية انه هو يكتب ونعمل فيها انتاج بودكاست فهو يكتب وبرضو صوته جميل فمنحكي مع بعض حوارات حوارات مش لقاءات زي اللي عم نحكي هلأ حوارات مسجلة مسبقا ضمن موضوع معين وضمن مدة قليلة يعني ثلاثة أربع دقائق خد لك تحكي جاهز او الله شو بعيني لك الظلام فاهمني بالنسبة لي عبارة عن ممكن يكون مكان آمن موضوع مكتوب جاهز فيه تجربة ثلاثيئة الأبعاد حدا بيحكي من مين وحدا بيحكي من شمال مرات وراك مرات قدامك بحيث انه تدخل انت في تجربة غريبة يعني اعملنا تجربة حلوة هذا البودكاست اسمه عمزاجي وكان هدف منه ننتج منه عشر حلقات ونبيعها لراديو اه اه اوكي اوكي لانه برضو كان الهدف انا حاب بالراديو لكن تواصلنا مع عدة راديوهات وابدوا اهتمامهم لكن ما يعني كان الكميونيكيشن او الكلام تواصل تواصل التواصل مع الاذعات ما كان بالايجابية اللي بدنا اياها تمام وانه يوصل بالطريقة اللي احنا بدنا اياها كمان فضلنا على فضاء البودكاست فعملنا العمزاجي ونزل بسيزن كامل عشر حلقات وموجود الان على الانترنت خلصت هاي التجربة تمام عمزاجي موجود ولسه احتمان نكمل حلقات لكن انا اهتميت اكتر في البودكاست بعدها فكرة البودكاست وصرت انشر ثقافة البودكاست يعني انا مدون على انستجرام فبحب احكي للناس دايما بودكاست جديد يسمعوه زيما الناس كانت تحكي انا بعتبر انا شخص ملول من الكتب صراحة هلأ هو غلط يعني لازل الناس تقرأ كتب لكن انا حاولت والله يعني كتير حاولت كتير جيبت كتب احاولت سمعها اقرأها عفوا وما اري جلد كافي كمانت عدد كتب حبيتهم كروايات وكذا لكن انه اشياء استفيد منها لا مادر بصرت اسمع كتب كتب صوتية وعم تزبط معي لحد ما ثم يعني البودكاست انا بعتبره هو كتاب صوتي على مراحل نعم نعم مية بالمية يعني انا يعني بشاركك الرأي انا شخص مثلك انا بقرأ انا مو من الاشخاص اللي ما بتحب القراءة ولكن تشوف انه يعني انا بقدر بقدر عن طريق الصوت بقدر استقبل كتير من المعلومات وقدر احفظها بدماغي في كتير ناس بتقولك انه انا ما بقدر انا لازم اقرأ هذا الشي لحتى اقدر افهمه واحفظه يعني على هوا على هوا مية بالمية ولكن انا بتخيل كمان هي نقطة على هوا الموضوع اللي انت عم تسمع او عم تقرأ عنه يعني اذا كان موضوع معقد بتخيل بالسماء حيكون صعب شوي يعني لازم تقرأ وتفكر شوي لحتى تقدر تستوعب هذا الشي اللي عم تستقبله انت يعني بغض النظر اذا سماعي ولا قرائي ولكن على هوا الموضوع يعني فجلسة لطيفة بيناتنا هلا الواحد ممكن يسمعه مو ضروري يراه قراءة يعني مزبوط باتفق معك فإحنا كنا بنحكي على موضوع ان البودكاست ليش دخلنا حكي سبت حكي عنه جديد لأنه مفيد ممكن الى حد ما اللي ما بيقرأ يضل على تواصل معايشي مفيد بطريقة خفيفة اللي هي البودكاست تمام وفيه والله برامج كتير يعني بالعالم كأنه أنا كنت نشرت دراسة انوصل العالم الى مليون بودكاست كأنه الآن خيل الوطن العربي من المليون تعرف قديش مع الاسف كتير كتير كأنه 8500 ولا اشي زي هيك كتير 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 فنسبك جدا قليلة لذلك صرت اشجع على الناس تعمل بودكاست وعملت لهم توتوريال وعملت حلقتين عندي ما هو البودكاست وأنواع بودكاست تابعوها حلقات جميلة جدا نعم تسلم وصرت احكي للناس على الستوري دايما انه كيف تعمل بودكاست وفي ناس كتير بلشوا يعني انا سعيد اني عم نشوف هذا الشي حلو 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 فعلاقتي مع البودكاست هلأ جديد لاني عمالي بحكي عن البودكاست دايما ووهتم فيه حبيت يكون لي ايضا اضافة فيه اضافة تكون انا كمان ضيف لي انا كمان يعني انا امبسط وانا بعملها نعم مش شغل هو في النهاية هو اشياء يعني بنعملها يكون لها مستقبل بنفس الوقت احنا نمبسط وانا بعملها او انت اذا بتعمل كثير اشياء يعني انا بعمل ماجستير تمام وبصنع محتوى وبشتغل تعليق صوتي وبعمل اغنية على اليوتيوب كل اسبوع وكذا فهلأ بدي اضيف بودكاست لازم يكون عن جد انه لهالدرجة حابه عشان الاقي الوقت نعم نعم فقررت على غير العادة انه الاقي جمهور مستهدف معين انا عادتي دايما ما بختار بحب جمهوري المستهدف اختاره من المواضيع لكن المواضيع متنوعة دايما كل محتوياتي دايما متنوعة سواء الاغاني ولا الانستغرام كل بقولك اشياء تتعلق بحياتك اليومية هيك انا بعمل بس لما نحكي على جمهور مستهدف لازم نكون محددين جدا فاخترت الاطفال هلا قبل ما اتكمل عبد الرحمن قبل ما اتكمل انا حاب اعمل لك اعلان اهلا بكم في بودكاست قبل النوم بودكاست قبل النوم البودكاست يعني بغض النظر انا بسمع انجليزي بسمع الماني وبسمع عربي من اروع البودكاست حتى تلو انا عبد الرحمن قبل المقابلة انه البودكاست اللي بيعملو ادب الاطفال الشركة اللي هي الشركة الام تبع امازون اللي هن بيعملو كمان بودكاست بيعملو كتب صوتية يعني ما ارتقت للبودكاست اللي بيعملها عبد الرحمن قبل النوم لذلك اي اشهر يسمع هذا الشي بتمنى تفوتوا تسمعوا حلقات كتير خفيفة تتظل ولطيفة يعني بتعطي كتير هيك من ال من الاشياء اللطيفة اللي بتوزع فيها الايجابية بتوزع فيها الاشياء اللطيفة والحلوة والمدروسة طبعا يعني فبودكاست قبل النوم عشر نجوم دعاي خرافية يسلموا ايديك شكرا والله جزيلا بتشرف والله بهال الفيدباك الجميل والله بالعكس شكرا إليك كيف نبنت قبل النوم بنيتها على قيمة أنا لسه بستعملها في فيديوهاتي قيمة اللغة اللغة العربية الفصحة الفصحة مفيدة مرات لصالة المحتوى مفيدة للناس أولا بأنها بترجع الناس أن اللغة العربية لغة لسه منستعملها لسه منسمعها ولسه موجودة مش بس محتكرة لأنواع معينة من من الانتاجات بالإضافة إلى أنه اللغة العربية الفصحة ممكن تنفهم لكل الدول العربية مية بالمية من المغرب إلى فكرة فكرة استراتيجية وفكرة ترويجية جيدة جدا آه فالجميع يفهم اللغة العربية بالإضافة إلى أنه حبيت أشوف هل أنا بقدر أنه أروي قصص هي مرضو تست هل فعلا ممكن تروي قصصة وتسمعك الناس ولا لا فهين بنجرب يعني وأنا متفائل وأنا شايفه مكان بعيد قبل أنه مصمم للأعمار يعني بين مثلا أربعة ثلاث ونوص مثلا وست سنوات أنا 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 مصمم يعني لكن بيجيني رسائل كتير أنه إحنا منتابع قبل أنه يعني ناس أدي يعني هذا الشيء بسعدني والله أنا كمان والله عادف ممكن يسقف يسقف ناس ممكن يعلم ناس ممكن 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 وبنفس الوقت في شخص تاني عم يعمل فيديوهات فيها فقط حتى ما لفيديوهات مثلا فكاهية ولكن فيديوهات فلوك عادي يعني بيحكي عن يومه وبيحكي عن شغلات مثلا ما فيه قيمة مضافة وبتلاقي الفيديو عليه آلاف أو أحيانا ملايين المشاهدات أنت برأيك كصانع محتوى عبد الرحمن شو شو الفكرة يعني شو هي هاي الفكرة لحتى الناس ما عم متميز بين صناعات المحتوى والقيم المضافة والشي هيك يعني اللي هو فقط للتسلية هلأ فضاء الانترنت امتى بدخلوا الناس يعني انت بتصحص طبع يمكن تشيك تلفونك على سريع تروح على الشغل تمام وبعدين أثناء الشغل بتشوف شوي بتروح بس تروح البيت دكت يا تحضر التلفزيون يا تفتح تلفونك الآن الشخص هذا اللي مروح من شغله إذا انت رح توجع له راسه ما بدي يحضرك أوكي إذا انت رح تعطيه معلومات زي إنه عم بيقرأ كتاب برضو ما رح يحضرك الانترنت هو فضاء التسلية فعليا إحنا نحارب من أجل عمل محتوى ذو قيمة ومسلي فهمت علي فقيمة التسلية تتفوق على قيمة القيمة المضافة عفوا نعم يعني أو الإثراء خلينا نسميه نعم فلأنه هم عندهم محتوى مسلي وترفيهي فهم ماخدين الكاتيجوري زي ما هي هيك بدون إشي خلص إنه هذا الإشي اللي ناس بدون إشوفه زي ما هو بس هل الناس هتستفيد بس شوف هذا الشي لا طبعا طيب عبد وقت يعني ولكن إحنا عندنا مسؤولية إنه نضيف ونولف ونقولب هذا اللي منعمله بشوية التسلية يعني ولو شوي نعم هلا أنا أنا بتخيل بتخيل إنه أنت الشي اللي عم تعمله ناجح جدا بهاي المعادلة اللي أنت عم تحكي عليها وخاصة على الإنستغرام الفيديوهات اللي أنت عم تعملها والأشياء كمال اللي عم تشرحها وما إلا هنالك هي أشياء بصراحة يعني ناشفة جدا ولكن أنت عم تعطيها رونق عم تعطيها لمسة هيك صغيرة بحيث إنه تكون مسلمة ما متفضل ولكن هذا الشي لصانع محتوى مثلي مثلا صعب كتير يكون موجود باعتبار إنه أحيانا بيكون مواضيع شائكة جدا فما فيني أحكي أنا عن موضوع معين شائك بالنكهة التسلية تمام تمام لا عادي عادي هلا أنا كنت بحكي على الأرقام نعم نحكي على أرقام المشاهدات نعم لما يكون المحتوى له نيش واضح نعم يعني أنت مثلا بحلقاتك في البودكاست أنت بتستهدف نوعية معينة نخبوية صراحة يعني الناس اللي بتسمع البودكاست عربي ألماني ناس نخبة ناس حب أول شي بحبوا العربي والألماني ثانيا بحبوا شخصية عمر ثالثا بحبوا فكرة المقابلات والناس اللي عم بيختارها عمل في المقابلات تاعتها فهدول الناس هم جمهورك المستهدف أكيد أنت بتعرف ناس أنه أكتر أشياء بس أنا بحكي أنا شايفه نعم فهذا الشي بعطيك قيمة ما إلا علاقة بالأرقام يعني مرات ممكن أنت توصل لخمسة عشر إزاعة وقنوات رسمية أبو الملايين ما يقدر يفكر يوصلها فالأرقام مش هي المعيار نجاح أي عمل أو أي شي في النهاية إلك بالنتائج يعني أنا بعرف ناس أصدقائي بيعملوا محتوى كتير فخم لكنه مثلا إله علاقة بالإنسانية والأفكار الانفتاح والنتقبل الآخر وكذا هلأ هاي الأفكار مو كتير أتراكتف يعني لكن هم قدروا يوصلوا لمنظمات يشتغلوا معاها وينجحوا معها ويدخلهم مثلا إدعائد مادي لكن بالأرقام مش ناجحين بأرقام اللي نحكي فيها عادي فالنجاح له كتير أشكال فما بدنا نحدد نجاح أي صانع محتوى بالأرقام كلام جميل جدا بصراحة كلام كتير 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 جميل وبتمنى أنا كمان يعني من كل قلبي أنه هذا الكلام اللي أنت عم تقوله يفهموا كتير أشخاص عم يصنعوا محتوى وهي كيف بيفوتوا بمرحلة الأحباط لأنه هنين كلنا ندخل أحباطوا الاكتئاب وقت يشوفوا أنه يا الله طيب هذا الشخص اللي عم يعمل ولا شي عم يجيه آلاف المشاهدات وأنا ما عم يجيني عشرين أو ثلاثين أو مئة مشاهدة فهي هي المشكلة يعني أنت اللي يعني حطيت إيدك مثل ما بيقولوا على الوجع قليني أرضي في شغلة فضل من تدربة شخصية باليوتيوب من سنتين قررت أصير يوتيوبر نعم تمام وصنعت كل أسبوع عندي برنامج كل ثلاثاء وبتصور وبتمنتج وموسيقى وإشي يعني أربعين حلقة عملت أوكي ما جابوا مشاهدات هلأ أنا زعلت يعني أنا فعليا زعلت واقتقبت وقلت ليش هيك وناس بتجيب لأنك أنت عم تتعب أنت عم تتعب كثير مش شوي بتعب آآ آآ في تحضير وأفكار لكن صراحة هدولة كثير عرفوني على الناس وكثير قربوني من الناس وصار سهل أوصل المجتمع الموسيقي بهدول بهذا المحتوى اللي معاي إنه يعطي قيمة إلك في عيون ناس معينين يعني على مقربة منهم أعطتني قيمة تاني فما في شي بروح ما في شي بروح الفواضي يعني كل إشي له فائد ولكن إذا بدنا ندور على أرقام بدنا نلعب بفضاء الترفيه أو يعني في ناس بتستعمل أشياء أخرى يعني التروموشن وغيرها يعني نعم بتخيل أنا كلمة السر لهذا الموضوع اللي هو وقت يخص صنات المحتوى باعتبار أنه أنت حكيت على موضوع الأرقام وأنه نحن منقيس حالنا بالأرقام اللي إحنا منحصلها وبالأرقام اللي غيرنا بيحصلها فهنا بتصير بفوت منحة الاكتئاب والأحباط والفشل وما إلى هنالك يعني بتخيل الكلمة المفصلية بهذا الموضوع هي الاستمرارية والصبر هنه أهم شي بهذا الموضوع ما في حد ما بوصل اسمع أي حدا بيعمل إشي محترم وكوليتي وايز نيح وفي رسالة إفنشوالي رح يوصل يعني ما في مجال إنه ما يوصل يعني بس الفرق إنه أنا أوصل شهرين أو أوصل بتلت سنين نعم مسألة الوصول كمان بتخيل أنا عبد الرحمن إنه هي كمان مختلفة من شخص لآخر يعني أنا مثلا هدفي الوصول تبعي بالنسبة لألي وبالنسبة لعقلي وصولي مثلا بعقلي بيقول إنه إنت إذا حققت ألف مشاهدة على كل فيديو فأنت وصلت مثلا عبد الرحمن عنده أنا إذا وصلت لمئة ألف مشترك فأنا بكون وصلت فهي هاي الفكرة يعني وممكن نحنا بعد نين بعد ما نوصل يعني للهدف اللي نحنا بدنا يا إنه نقول أوكي أنا هلأ ممكن أعمل هدف جديد حاب بوصله فيعني هاي الشغلات دائما مختلفة من شخص لآخر بتخيل شو رأيك أنت بهذا الكلام مية بالمية مية بالمية حتى إحنا أنا نضيفها كل يوم بس أنا فعليا يعني إذا بدأت برحالي وصلت في منصة فوصلت في إنستجرام بس تمام بيوتيوب وغيره لسه في بدايات يعني لسه عمالي بستنى إني أشوف لما ننزل فيديو أشوف الألف هاي بتحكينا لسه يعني لسه فهاي وطلع كم سنة إلنا منعمل المحتوى نعم بس في النهاية إحنا منعمله ليش اسأله حالك ليه بتعمل المحتوى هل منعمله عشان الفلوس أنا بتشكرك كتير عبد الرحمن على كلامك وعلى صراحتك وعلى خبرتك يعني اللي أنت عم تعطيناها باعتبار أنك أنت صانع محتوى ومدرب لصناة المحتوى أه 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 عبد الرحمن شلوم توصف حالك بخمص صفات خمسة أوكي اكتور خمسة والله نحن بألمانيا ما في مفاصلة خلص خمسة خمسة اتفقنا أوكي أنا شخص بالي طويل رائع نفس الوقت جريء وعنيد وبحب الناس شكرا لألك شكرا لألك وبتخيل هذا الشيء مترجم يعني أنت بترجمه لهذا الشيء على أرض الواقع على منصات التواصل الاجتماعي ف بنجي للسؤال شايف أنا مزبوط كويس أهم الشيء أنه أنت تكون شايف هذا الشيء مزبوط نعم سؤالي الثاني عبد الرحمن شو بتحب تقول لعبد الرحمن إذا بترجع فيك الوقت لعبد الرحمن اللي عمره عشر سنين عشر سنين صف خمس بقول له في أشياء كتير لازم تعلمها يعني كان لو أنا لو علمت وما أعلم ما شك بقوله كان بلاش أتعلم لغة جديدة من صف خمس كان تعلمت موسيقى كان بحثت عن تخصص الأنسب لمهارات الواحد بس هذا ما بيصير هذا لذلك نحن عم بقول لو آه طبعا يعني حتى أنا مرات بحكي إنه مثلا إذا بجيني ولد إنه مثلا بدي أخليه منه هو صغير يعمل كذا وكذا 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 عشان يكون عارف حاله وشغفه وكذا يا أخي بيجيني تعليقات من أهالي إنه هذا كله غير واقعي هو نفسه الولد هو بيعرف أو ما بيعرف حاله أنت كأهل فآه يعني عشان يكي بحكي مرات إنه موضوع إنه أنت صغير تكون مبلش أشياء اللي أنت هلأ بدك إياها أنت ما تكون عارف يمكن حتى كل هاي الشغلات غير الشخصية اللي بتكون ما صارت أصلا نصها موجودة يعني أنا شخص خجول يعني ممكن يستغرب بس أنا خجول يعني بس من عدة سنوات تغيرت شخصيتي شوي يعني أنا كنت أخاف أقابل ناس جداد عندي قلق يعني أنا اليوم بدي أشوف حدا جديد من الصبح لسه بدي أشوفه شو بدي أحكيله فلا بالعكس تماما يعني أنا هلأ أتوق إلى نقاء أي حدا جديد وأسمع منه وسؤالي الأخير عبد الرحمن اللي هو شو هي الجملة اللي بتحب تقولها لألك وقت الدنيا بتظلم الدنيا بتظلم يعني وقت هيك تحس حالك أنت تعبان بكرة أحسن بكرة أحسن أكيد جملة يعني جملة صغيرة ولطيفة وبتعبر عن الشي اللي أنت حابب تقوله بنهاية الحلقة أنا بتشكرك من كل قلبي عبد الرحمن كتير بتشكرك وحابب أعطيك وحابب أعطيك قبل ما ننهي الحلقة الموبايل السحري من خلال هذا الموبايل السحري فيك تبع رسالة SMS لكل شخص على هاي الكرة الأرضية بجملة واحدة شو بتحب تقول لكل شخص على الكرة الأرضية إذا عندك فكرة رح توصل الفكرة إذا بتضلك كورا يعني هاي هذا واقع هذا كلام رياليستيك واقعي شكرا كتير عبد الرحمن أنا تشرفت كتير بمعرفتك وتشرفت كتير بمقابلتك وشكرا كتير لوقتك شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية بتمنى لك يوم سعيد شكرا كتير بتمنى أن الحلقة تكون عجبتكن بتمنى تضلكم بصحة وخير وهلا بلكون سلام دس واس شون فيدا مت دويتش أغابش بس بلد كان ماكونا عامر في عربي ألماني استنونا بالحلقات الجاية